أمهل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة ستة أشهر على أقصى تقدير لتجسيد مشروع رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة بيان عن مجلس الوزراء الجزائري نقل عن الرئيس تبون تأكيد ضرورة تحقيق هدف الرقمنة وعدم الاقتصار على التحديث وعصرنة المعاملات الإدارية باعتبارها قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد الرئيس تبون أمر بتأسيس بنك معلومات جزائري بشكل فوري ومستعجل من قبل وزارة المالية يسهل على مختلف مصالح الدولة ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنها بأمثل وأنجع السبل ترجمة نانسي قنقر